حملة توعوية تضافرت فيها جهود مفوضية الانتخابات مع الأجهزة الأمنية من خلال توظيف آليات عسكرية مزودة بمكبرات صوت تنقلت في جانبي الكرخ والرصافة ببغداد رددت فيها شعارات وطنية تحث الناس على المشاركة في الانتخابات العامة أعتقد جهد تم تخطيط إلى بتنسيق قيادة عمليات مشتركة ومستشارية من قومي وجهاز الأمن الوطني ووزارة الداخلية الشرطة المجتمعية إضافة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتم تشكيل فريق ميداني كبير على مستوى بغداد المحافظات يعني على مستوى المحافظات أكثر من 240 مفرزة ميدانية وبغداد الوحدة 43 في وزارة الدفاع مدير تسخبات العسكرية والجهد الساند إلها كل هذا الجهد غايته هو تحفيز المواطن هو دعم المواطن راح نباشر إن شاء الله من هذا الوقت باتجاه المناطق المرسومة إن شاء الله توجيه وتفقيه حسب مراجعنا فيما يخص آلية الانتخاب مفوضية الانتخابات بدورها رافقت القوات الأمنية في هذه الجولة الميدانية للتعريف بآلية الانتخاب وحيفيته وأيضا لتعزيز ثقة المواطن بمفوضية الانتخابات والعملية الانتخابية بشكل عام المفوضية من خلال كوادرها ومن خلال منشوراتها والبروشورات التي هي تتحدث عن آلية التصويت تتحدث عن الحظ المفوضية سوف تقوم أيضا على تماس مع المواطن شرح مجريات العملية الانتخابية نشر نوع من الأطمئنان لدى الناخب فبالتالي هو حث للناخبين ومحاولة أن يسهم في هذا العرس الانتخابي إن شاء الله نجاح واضح حققتهم مفوضية الانتخابات في المرحلة الأولى من عملية التصويت الخاصة والتي لم تشهد حدوث أي مشاكل أو معوقات ما يعزز ثقة المواطن بالعملية الانتخابية من بغداد محمد فراسة قناة التغيير